بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 3 part 7 بنتكلم هنا على example في حالة W reinforced section طيب لما يبقى عندي section section دوت عايزين نعمله analysis اللي موجود عندي بيبقى موجود عندي compressive strength بتاعة الخرصانة yield strength بتاعة الستيل على سبيل المثال هنا 4000 وهنا 60 KSI ويبقى معلوم عندي الستيل الموجود في tension side والستيل الموجود في compression side فالمثال بتاعنا بيقول area steel اللي هو موجود في compression side ده 4 اسياخ number 5 وفي حالة tension side 4 اسياخ number 7 محتاجين ايه تاني عشان نعمل analysis محتاجين نعرف B اللي هي العرض بتاع القطاع بيساوي هنا في المثال بتاعنا 12 انش ال D اللي هي 18 انش ال D dash المقصود بيها اللي هي مسافة الكفر بالنسبة للكمبراشن ستيل وهنا 2.5 انش ال D اللي هي 15.5 انش طبعا ديت ال D اللي هي 15.5 H اللي هو total dips اللي هو 18 طبعا بنشيل الكفر يعني ال H بتساوي D بلاس الكفر والكفر ده بناخده 2.5 انش بيبقى مطلوب ايه عندي مطلوب نحسب MN و MN المقصود بيها اللي هي المومنت كباستي بتاعة القطاع او المقاومة بتاعة القطاع و الماكسمم ايريا ستيل اللي هي الاريا ستيل ماكسمم فورزا سيكشن طيب تعالا نشوف توزيع الستريسز والسترينز اللي احنا حنشتغل عليها عشان نعمل عملية الاناليسز ده واضح انه هو توزيع السترين ادي السترين اهو بتاع الستيل هو ايبسلون واي ده السترين اللي موجود في الكمبريشن ستيل اللي هو ايبسلون اس داش وده السترين اللي موجود في الخرصانة اللي هو الالتمت اللي هو التلاتة من ألف طيب ده توزيع السترس توزيع السترس الجزء اللي فوق ده ممكن نكبره شوية ادي الاسترين اللي موجود في الاستيل اللي موجود في الكمبريشن سايد ده الاسترين اللي موجود في الخرصانة دي المسافة بتاعة النيوترال اكسز اللي احنا بنسميها السي اللي احنا بنحسبها ازاي الاول بنحسب الايه تعوض في المعادلات بعد كده تقدر تحسب السي اعرفنا الايه تقدر تحسب ال MN من المعادلة اللي خدناها قبل كده